اول مرة اعمل فيلوج في سوق العبور دعالوا شوفوا هنشوف ايه في السوق النهاردة يلا بينا اول مرة احضر مزاد سمك برعاية الحجة غريبة بوشنب اللي كان قدامكم في الصورة وطبعا المزاد ده كان في سوق العبور اسماك بكل شكل ولون واسعار رخيصة جدا ومتميزة وقابلت كمان هناك متابعين كتير ليا ربنا يبريك لهم يا رب الاسعار موجودة جملة وقطاعي والحاجات فرش زي ما انتم شايفين وطبعا الزباين كتير ومعظم البيع وخاصة في جناح الجملة بيكون بالمزادات يعني بيحطوا السمك ويبدأوا المزاد والتاجر اللي بيرسع للمزاد هو اللي بياخد الشروة كلها وبيبدأ يعرضها في محلاته للقطاعي طبعا بقى شوفنا جنبري وسمك مكاريل واسمك كلها فرش وجميلة جدا 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 واسعار زي ما قلتلكم في متناول الجميع المكان سوق العبور اتمنى تشوفوه هيعجبكم الايد الشقيانة دايما كذبانة تخيالوا وليد اللي في الصورة قدامكم ده بيصحى الصبح كل يوم قبل الفجر عشان ييجي سوق السمك في العبور ويمارس شغله اللي بيمارسه من اكتر من عشرين سنة بيخلي سمك البياض للفنادق والمطاعم ودي شغلانة مش سهلة خالص عاوز حد فاهم هو بيعمل ايه وده اللي قدر يستوعبه وليد على مدار عشرين سنة من الشغل في سوق العبور في المهنة دي بيتحسبه بالطب وملهمش يوميات سبتة يعني اليوم اللي مش هيشتغل فيه مش هيقبض فيه بعد ما بيخلص وليد خلي السمك البياض بيديها لزمي اللي بيسلخها عشان يقشر من عليها الجلد وتبقى جهزة للقالي وطبعا دي شغلانة تانية مهمة ومش سهلة عشان برضه الشخص ما يضيعش من لحم السمك حاجة وده الحج معمود اللي برضه بقاله 30 سنة في الشغلانة دي رجالة شعيانة وابتكلها بالحلال ويستحقوا مننا كل احترام وتحية وتأدير تحية ليكم ابو محمد رجل ولا كل الرجال بقاله 30 سنة شغال في سوق السمك بالعبور متخصص في انه يخلي السمك البلطي 30 سنة بيصحى من الساعة 2 بالليل وبيرجع بيته الساعة 2 او 3 الضخر بعد ما يكون خلص شغله وابط يوميته اللي مش هيقبطها الا لو عمل انتاج كويس شغلانة صعبة جدا وممكن لو غلط غلطة يطير صباع من ايده او يعوّر نفسه ولكنه بخبرة السنين شغال ومتقلق في شغلانته وقدر بلقمته يربي جيل محترم من ابنائه وكلهم تعليم عالي بس هو مرضاش مني ان اقول اي تفاصيل عنهم وعشان كده انا بحترم رأيه ومش هقول اي تفاصيل وهكتفي بس بان يقول ان راجل محترم بيشقع عشان الجني الحلال